موسيقى أعزاء المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي عندما نقول دائماً ونكرر أن العراق أسير عندما خرج ثوار جشرين عام 2014 وقالوا طالبوا بالوطن قالوا نريد وطن كانوا يعرفون أن العراق أسير والعراق أسير بيد هؤلاء الطغمة التي تحكمه منذ عام 2003 لحد الآن بعد الاحتلال الأمريكي التي جاءت بهم هذه القوى الغاشمة التي احتلت العراق أمريكية وإيرانية وجاءت بهؤلاء الذين يعني أفسدوا وخربوا ودمروا وقتلوا ونهبوا وهجروا هؤلاء سرقوا حتى أحلام الناس هؤلاء جعلوا العراق أسيراً بأيديهم ولأن العراق أسير فجزء من هذا الأسر أنه فرضت عليه أن يكون أسيراً حتى لأشياء يعني لا علاقة له بها أو يعني ملفات يستخدم فيها كورقة للضغط على هذا الطرف وهذا الطرف ومنها الملف النووي الإيراني كثر الحديث عن هذا الموضوع والناس تسمع في كل يوم الاتفاق سيحصل الاتفاق لن يحصل تعثر نجاح وهذا كذا وصلنا إلى مرحلة الآن يعني أصدرت الدول من الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وبرطانيا يمكن أصدروا بيان شديد اللهجة ضد إيران وقالوا أنها تحاول أن تلعب وتحاول أن نضيفه وأمريكا معهم طبعاً ليه وإيران ردت وقالت يعني هذا تسيس للقضية ومنظمة الطاقة الذري ضدنا وكلام كثير والعراق نتحدث على الموضوع لأن العراق ورقة تستخدمه أمريكا تستعمله أمريكا وتستعمله إيران في هذه المفاوضات إيران تضغط على أمريكا في قضية هذا الملفوح وتضغط عليه في المنطقة كلها تستعمل العراق كورقة في المفاوضات وأمريكا تستعمل العراق كورقة في المفاوضات أمريكا وإيران الاثنين متغولين في العراق والاثنين يحتلون العراق والاثنين يتحكمون في العراق بأمواله ونفطه وكل ثرواته وشعبه وبالتالي الصراع على أرضه يستخدمونه كورقة يعني ما تسمى لعبة عض الأصابع بين إيران وأمريكا الضهران معروفة وإيران معروفة يعني حكومات الإيرانية من قديم الزمان لحد الآن من يحكم إيران معروف بأنه يعني يستخدم المفاوضات إلى آخر نفس عندما يجد الطرف الآخر ضعيفا أو مترددا يحاول أن يتغول عليه وعندما يجد الطرف الآخر أمامه قويا ولديه قدرة على قمعه وإسكاته يعني يتصرف بنعومة جدا وهذا ما حدث طوال هذه ما يسمى من المفاوضات للعودة لاتفاق النووي اللي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق ترامب عام 2015 أو بعده 2015 يعني وقعوا الاتفاق وقع وقعت أمريكا وانسحب منه ترامب في عام 2017 يمكن نعم خلال هذه من سنوات كلها أو خلال كل الذي جرى في عهد بايدن من مفاوضات شهدنا كل هذا هذه المحاولات الإيرانية تشدد ونعومة وكذا وصلوا الآن إلى هذا الطريق الإيرانيين يشعرون أن الضغط عليهم شديد عندما تشعر إيران بأن الضغط شديد عليه هو حقيقي ستنصع لكل ما يريده الآخر لكن هيتعرف في نفس الوقت أنه هذه ورقة الملف النووي حتى لو استطاعت إيران هكذا لنفروض أن تصنع قنبلة ذرية ماذا ستفعل بالقنبلة ذرية إذا كانت هي مثل ما تقول أنها تريد أن تكون قوة ذرية لكي تخيف إسرائيل هذا الكلام الفاضي والكذب فإسرائيل عندها مئات القنابل الذرية ماذا تفعل قنبلة واحدة أمام مئات القنابل الذرية هذه كذبة كبيرة هي تريد أن تدخل النادي النووي الحقيقة بكل طريقة لكي تثبت نفسها كقوة إقليمية لها شأنها في المنطقة ولكي تتعامل معها القوى الدولية على أنها شرطي المنطقة مثل ما كان دورها وعطتها أمريكا هذا الدور في زمن الشاه تريد أن تعود لهذا الدور والعراق خلال حرب الثمان سنوات التي جرت من عام الفين الفتسعمية وثماني لغاية الفتسعمية وثماني كسر هذا الدور ودمره لكن هم يريدون إعادة هذا الدور لذلك يتغولون الآن في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وحزب الله ومعرف منه وحوثيين هذا كل جزء من دور وتستخدمه أمريكا مرات وسمحت بها أمريكا لابتزاز دول الخليج وابتزاز الدول العربية بالذات وابتزتهم كثيرا بهذه القوة وحولت إيران إلى غول وإلى بعمع كبير والكل عليه أن يخاف مها إيران تريد أن تمتلك السلاح النووي لكي تدخل النادي النووي لكي تقول قوة نووية قادرة على أن أحكم المنطقة وأتحكم بها ودول العالم المجتمع الدولي يتعامل معها على أنها يعني القوة الأساسية في هذه المنطقة وكل قرار يجري في المنطقة يجب أن تستشار به ويجب أن يكون لها دور هو هذا الذي تريده والعراق يعني الساتر الأمامي والأساسي في الدفاع عن هذا المشروع الذي تريده هذا الموقف الإيراني في قضية النور وصرفة إيران كل خزينتها على هذا المشروع وإذا ما أنهي هذا المشروع ستكون إيران نمر من ورق نمر بلا أسنان وهي تعرف ذلك وبالتالي لن تستطيع أمريكا أن تبتزل العالم العربي وتبتز دول الخليج بإيران وهنا يعني جزء من الإجابة على سؤال لماذا أمريكا تريد إيران بهذه الطريقة لماذا تدفعها إلى التغول بهذه الطريقة تبتز هذه الدول تشتري أسلحة تعرض عليها الحماية وهذه كلها بمفالة كبيرة ولكي تجعل المنطقة في كل وقت في فوضى وغليان لكي يستمر استثمارها تستمر مصالحها يستمر وجودها الطاغي في هذه المنطقة وإيران تعرف هذه اللعبة لذلك تلعبها بهذه الطريقة لكن الآن وصلوا إلى ربما يقولون هم طريق طريق يعني طريق بلا عودة إما أن توافق إيران وما أن لا توافق وإذا لم توافق فأمريكا والدول الأوروبية يقولون لدينا إيران طبعا تلعب على أنه هناك الآن حاجة للنفط الإيراني حاجة للطاقة الإيراني هذه النفط الإيراني وأوروبا الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الآن بحاجة وهي مقبلة على الشتاء وشتاء يعني قاسي يكون في كل الأحوال وحاجتها إلى مصادر للطاقة وبالذات إلى النفط وإيران ممكن أن توفر لها خمس ملايين برميل يوميا وهو هذا هذا الشيء الذي تعول عليه لإتمام هذه الصفقة وهي صفقة والعراق جزء من هذه الصفقة مع الأسف الشديد العراق استعمل كورقة من قبل إيران في هذه الصفقة إن لم تقبلوا إيران سووا حولوا إلى فوق وما حدث يعني من تصادمات بين التائر الصدري والإطار في الميليشيات والحشد في يعني في المنطقة الخضراء وقوف إيران وإنهاها للموضوع كان في فترة اعتقدت إيران أو هكذا وصلتها معلومات أو هكذا تأقنت إن الأمور ماضية في قضية الملف النووي إلى إلى إنهاء لصالحها وبالتالي تدخلت وأنهت الموضوع عن طريق الحائر وما حصل كلكم تعرفونه فبالتالي هذه الورقة الإيرانية هذه الورقة الإيرانية التي اسمها العراق تستخدمها واحدة من الأوراق الكبيرة استخدمها في قضية الملف النووي وتستخدم هذه الميليشيات وتهدد بها لإثارة الفوضى في المنطقة إذا ما ضغط عليها هذا هذا واقع الحال هل سيقبل العالم هل ستقبل منظمات الدنيا هل ستقبل دول العالم هذه القوى الكبيرة التي تدعي إنها يعني قوى كبيرة بهذا الوضع الشاث هذا ما يعني الناس تترقبه وتنتظره لكن هذه هي الصورة الحقيقية لما يجري وجرى ويجري ولماذا العراق يعني أسير لهذا الملف أيضا أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهت ركوكم بخير وأبتقيكم في حلقة النخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة